طيب حي الشيخ جراح وأيضا نشاهد تحدي وبطولة كبيرة من أهل الديار وأصحاب الأرض وأصحاب البيوت والمنازل في وجه الآلة القمعية للاحتلال الصهيوني ماذا تقول عن حي الشيخ جراح وهذه السرقة التي تتم في العلن أمام عين المجتمع الدولي أخي اليهود الآن في البعد البعيد حتى نؤصل للموضوع قد يسأل بعض لماذا مثلا هيكله لماذا الكدس لماذا لا خيري كذا لا خيري طبعا كدس لها مكان عند الجميع في المتخيل العقل الصهيوني الآن أي زائر يدخل لفلسطين ينظر مجرد ما يشوف كبة الصخرة يقول هذه الكدس إسلامية أنت الآن لو عرضت الصورة لأي أجنبي حتى لا يعرف فلسطين ولا يعرف الإسلام مجرد ما يشاهد الكبة يقول هذا مدينة الكدس هم يريدون إزالة هذا المعلم الآن لو أزالت الكبة الصخرة الآن الصورة لو أعطيتها لكثير من المسلمين لا يعرف أنها مدينة الكدس تعرف بمعلمها وهو جزء من المجرد الأقصى هم يريدون في الهدف النهائي هدم كبة الصخرة وبناء الهيكل الآن ما يحصل في الشيخ جراح وما يحصل في سلوان قبلها وما يحصل في جبل أبو غنيم وما يحصل في العزرية والعسوية وشعفات وكل الأحياء الموجودة في منطقة الكدس الآن أخي حصل قبل في الثماني واربعين هدموا أربعة وثلاثين قرية مقدسية وطردوا ستين ألف مقدس منها وأحلوا محلها الصهاينة أربعة وثلاثين قرية هذا قبل الثماني واربعين بعد السبعة وستين الكدس لها أحياء أبو ديس وحي كما ذكرت إحدى الأحياء حي الذي تحدث عنه الآن هذا الحي يقع ما بين رمالله والكدس عندما تأتي من رمالله المسافة بين وسط رمالله والكدس 17 كيلو أنت تتكلم من مدينة واحدة الآن هذا الحي الذي عندما قبل أن تدخل للكدس ستأتي لهذا الحي بداية كان في الست وخمسين أرض فاضي ما فيها بسكان نعم نعم فعندما جاء اللاجئون من الثماني واربعين كان هناك بعض اللاجئين ليس ليملكوا شيء الحكومة الأردنية أعطتهم هذه الأراضي لكي يبنوا بوت فيها فبنوا فيها اللي هي الشيخ جراح نعم لكن حصلت السبعة وستين بعد ذلك فذهبت الأردن ولم تسلم العقود لأصحابها فهي الأرض كل بيت له صاحب ومسجل باسمه على أن يتنازل عن كت الموان اللي كان عنده بالنسبة للاجئين لها كصة أخرى لا إذن هذه البيوت لها أصحاب وبنوا فيها ومعروفة لمن اليهود عادة هم يحاولوا اقتناس أي فرصة وجدوا أن هذه البيوت من يسكنها لا يملك سكوك شرعية اللي هو السند باسمه أن هذا الرجل يسكن في هذا البيت من الست وخمسين لاحظة؟ نعم ولكن ليس مع عقد أن هذا البيت باسمه قالوا هاي الأرض لنا وبكل سهولة ممكن هو يزور عقد أو يزور بيع من الست وخمسين أو قبلها يقول هذا معنى آه هذا الأرض باسمه نعم فجاءوا لإصحاب البيوت وقد استولوا على ثلاث بيوت من قبل تصور أخي الآن وتصور ريما ما سمعني من العرب والمسلمين ومن في العالم كله من عندهم غيرة أو دين أو إنسانية تصور الآن أخي في بعض البيوت غرفة يسكن فيها يهودي وغرفة تسكن فيها أن بالقوة أخذوا غرفة نصف البيت الآن بحجة والله هذا البيت دي وهو من بريطانيا ولا من أميركا ولا من فرنسا ولا من روسيا فقبل اللحظات الأخيرة في ثلاث بيوت أسلوه عليها بنفس الطريقة إنها البيوت لنا وبالكذب والتدليس الآن لما أرادوا الآن حوالي 28 بيت حي كامل يسكن أكثر من 500 شخص فيه قالوا هذا الحي ملكياته تعود دانا الآن أخرجوا منها قالوا لا نخرج الآن وحصلت المناكفات الآن وكذا هاي الأشياء اللي حصلت أنا أتوقع كان الهدف منها عدة أمور الهدف منها أن يسيطروا في المستقبل على هذا الموضوع كما سيطروا على بعض المناطق الأخرى الأمر الآخر لكي يشوشوا الشباب حتى ينجح الاكتحام اللي في الثمانية وعشرين فجاءوا وإن هذا كصة الشيخ جراح أخي من 72 هي ليست جديدة أكثر من 50 سنة يا الله عام 1972 72 بدأوا يدعوا هذا الدعاء الكاذب وفي محاكم بيننا وبينهم بين الصهاين وإلى خري وآخر شيء المحكمة طالبت إخلاء البيوت رفضوا الناس الآن اعترضوا على الحكم أجلوها اليوم الخميس الماضي اللي هي الصدر في الحكم فلما جاءت هبت الأقصى واللي حصل في الأقصى قالت تؤجل مرة ثانية وتعرض على عدة قضاء وأنا أتصور ستوقف كما هؤلاء أخي الآن إذا وجدوا من يتصدى لهم الآن هم يرموا سهامهم فإذا وجدوا فرصة يأخذوها إذا لم يجدوا فرصة وجد تصدي لهم الآن لا يتراجعوا يؤجلوا يعني النتنياهو مثلا نجح في الانتخابات من أسباب نجاحية قال أنا أنفذ مشروع إي واحد إي واحد هي المنطقة الواقعة ما بين كدس وأريحة منطقة خالية ما فيها مدن لكن فيها بعض البدو وبعض التجمعات البدوية والسكان الفلسطينية في الخان الأحمر وغيرها وبدأوا في الخان الأحمر منطقة عبارة عن بركات صغيرة يسكن فيها من البدو المتنقلين لكن يأهوا إليها الآن قالوا لا نأخذها الآن وحاولوا بكل السبل لأنه يريد أن ينفذ حتى لأنه وعدهم أني أنا أنفذ هذا المشروع الهدف من ذلك هو السيطرة على المنطقة لمنع قيام أي دولة فلسطينية لأنه إذا أخذوا هذا المنطقة إي واحد معناتها أصبحت ضفة ثلث أكساب المهم فوجد ثبات الشباب والناس رشوا عليها بالمواد العادمة رشوا عليها بالمجاري اكتحموها عدة مرات إلى أن 2018 وفشل في ذلك وأجل المشروع إلى ما لا نهاية وتوقف المشروع الآن وهذا المشروع في الشيخ جرح سيتوقف وسيبقى الناس في بيوتهم خاصة أنه أخذ بعد دولي الآن أمس كان يزوره الكناصر الأوروبيين وزاروا الموقع وقالوا هذا ظلم وهذا كذا والأردن أوصلت السقوك لأصحابها الآن بواسطة وزارة الخير الفلسطينية والأردنية وجدوا السقوك الشرعية الأسماء البيوت والآن بعثوا لكل صاحب بيت السق الشرعي والآن رفعت للممتحدة لحقوق الآن أخذت بوع الدولة الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر